قناة العربية تزور تاريخ المغرب ألاحظ دائماً أن القنوات الإعلامية العربية تفتقر في كثير من الأحيان إلى الدقة وتعتمد بشكل أساسي على الروايات الشفوية والقصص الفولكلورية دون تحقيق معمق في الآوينة الأخيرة بثت قناة العربية برنامجاً ادعت فيه أن الهندسة المعمارية للرياضات المغربية تعود أصولها إلى الشام ثم انتقلت إلى الأندلس قبل وصولها إلى المغرب دون تقديم أي دليل ملموس ويبدو أن هذه القنوات تسعى بقوة إلى نسب هذا التراث المعماري إليها زاعمة أنها وراء تصميم المعالم البارزة في المغرب دون أن تترك أي أثر لهذه الإنجازات في بلدانها غريب حقاً يدعون أنهم اخترعوا الزليج وشيدوا الجيرالدا والألكازار وشالة إنهم يتشبثون بكذبة ليصنعوا لأنفسهم تاريخاً مجيداً على ظهور الحرفيين المغاربة أتساءل عن موقف الجمعيات المغربية المعنية بحماية التراث وكذلك المؤثرين والإعلاميين المغاربة ما هو دوركم؟ 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 لم يكن أ Feng Shри دوركم؟ اشتركوا في القناة